الناس كثير مش فاهمة خطورة القرار اللي جايدة أو اللي اتاخد يعني ولا عارفة إيه اللي حصل في الجنيه ولا عارفة إيه مستقبل العملة والأسعار ولسه حد بيسألني دلوقتي بيقول لي هو الخطوة دي فشلة ولا هتزبط على اعتبار أن أنا بفهم يعني في الاقتصاد وأنا مليش علاقة بالاقتصاد بس هي الأمور أحيانا بتتفهم منطقيا يعني في البداية بس عشان نفهم أو تبقى فاهم ليه الجنيه هيفضل أنا هفهمك هو الجنيه هيوصل للبيك يعني يوصل ممكن يوصل 25-26 ويرجع تاني يتأرجح ما بين 23-24 زي ما حصل في 2016 لما أنت فاكريني الجنيه فضل يدرب 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 فوق بعد راح هوب اتزبط كده سعره هو ده اللي هيحصل مع الجنيه بالزبط هيفضل يعليه لا لا وبعدين يوصل لنقطة كده يفضل يتراجع لحد ما يبقى يتأرجح ما بين 23-24 جنيه واحتمال 25 ده بنحكم مش ان انا خبير اقتصادي ده لان انا راصد كويس جدا ماذا حدث في 2016 الجنيه طلق لفوق قسدي الدولار طلق لفوق وبقى انهب راح راجع بدأ يرجع تاني وتزبط وقبل التعويم وصل لتسعتاشر لـ 75 وحاجات مندي قبل التعويم انما الناس بتقول الخبراء الاقتصاديين مش محمد ناصر بيقولوا هيوصل لـ 25 ادي الخبير هاني جنينا بيقول هل يحدث تعويم كامل في سعر الجنيه مقابل الدولار هاني جنينا يرجح هذا المصار مصار انه ده في العربية في موقع العربية مصار انه يبقى انه هيترجح هيعاوم بالكامل يعني هيبقى بالكامل متعوم وبيقول في الحوار ده ان الجنيه الدولار هيوصل لـ 25 طيب عارف يعني ايه الكلام ده انت عارف ان الدولار كل ما يزيد جنيه تأثيره بيحصل فيه ايه عشان بس الاستاذة اللي سألتني فيه استاذة سألتني قالتلي هو القرار ده صح ولا فاشل هي متوسمة فيه ان انا زي الدكتور مصطفى الشهين وزي هاني جنينا وبفهم في كل حاجة مش حقيقة مدام انا هرد على حضرتك دلوقتي وهو اقولك من هما من لسانهم مش من هاني جنينا من وزير المالية كل جنيه ما هيزيد الدولار ما هيزيد يعني الجنيه ما هيقلى هيأثر ازاي بلاش انا اقولك عشان ما يقولوش اخواني ارهابي فنان مش حاجة دي نسمع من المسؤولين في البلد واكبر مسؤول مالي في البلد هو احمد معيت وزير المالية باعترافاتهم قالوا الكلام ده قبل كده والظهر انهم نسيوا قبل قرارة تعويب نشوف كده تابعات ارتفاع الدولار الاستاذ احمد معيت كان قال في 29 اغسطس انه كل جنيه زيادة في سعر الدولار هيرفع الدين العام بنسبة 4% كل جنيه زيادة في سعر الدولار هيرفع الدين العام بنسبة 4% كل زيادة 10% في سعر الدولار ده شماز العرب بقى مستشار رئيس البنك المركزي كان قال يوم 13 اكتوبر اللي فات كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار ترفع تدخم الاسعار بنسبة 4% لا يا عزي حطها لهم في الوش عشان ما اقولكش محمد ناصر كان قال ده كلامهم وبالتواريخ تبقى لرزد في 29 اغسطس 22 وزير المارية قال كل جنيه زيادة في سعر الدولار هيرفع الدين العام بنسبة 4% هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي قال كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار هترفع التدخم بنسبة 4% طب الدولار بقى ارتفع بنسبة كام شوف انت بقى شوف انت يا علي النهاردة الدولار نسبة الرفع اللي حصلت في الدولار النهاردة بنسبة كام عشان تقسيبك من ده دلوقتي تخيل ان وزير المالية لايخ جل شوف انت الجنيه قفز من 19 انا بكلمك 24 جنيه الدولار النهاردة 24 جنيه رسمي تخيل تأثير ده يبقى ازاي المصيبة ان اللي كانوا بقولوا كلام ده اللي هو وزير المالية طالع يقول نستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% يا جماعة انتوا ناويين تجيبوا للمصريين الضغط ناويين تشلوهم انت حط الاتنين قدام بعض انت ليس ساقيل في 29 اغسطس ان كل مش عارف زيادة قد ايه هترفع التضخم او هترفع هات اللوحة اللي قبلها هات اللوحة اللي قبلها يا سوفيان يا علي كل جنيه زيادة في سعر الدولار يرفع الدين العام بنسبة اربعة في المية حل النهاردة بقى الدولار زاد اربعة جنيه 19 بقى 24 لأ زاد كم خمسة جنيه ما عارفش كم وزير المالية لا حط الاتنين جنب بعض الله يخليك الله يخليك حط الاتنين جنب بعض الراجل ملخم مني يا عيني هكلم مني حط الاتنين جنب بعض كده عشان هشلك على اخر الحلقة دي اصلا دي حلقة مهمة فاذا لم يسقط شها ضحية من الكنترول جوه يبقى ملهاش لازم الحلقة اهو وزير المالية نستهدف خفض الدين الحكومي تبدأ انت لسه قيل في اغسطس كل جنيه زيادة في سعر الدولار يرفع الدين العام بنسبة اربعة في المية النهاردة طلع تكذب وتقول نستهدف خفض الدين الحكومي الأقل من ثمانين في المية انت جبار قوي معيط مين اللي علمك الكتب ده معيط انت دخلت عايز تستلف انت حالتك انت بص على الحديد على بطنك ملت عايز تستلف تسعة مليار تروح تستلف تلاتة وتلاتة من حتة وتلاتة من حتة تم كان الأولى انك تاخد التسعة من صندوق النقد اللي سلفك قبل كده اتناشر في تمانية في الحاجات دي ليه ما خدتش تسعة دول من صندوق النقد لقي دي صندوق النقد دي حضرات شروطه صعبة جدا ومن اهم شروطه خروج الجيش من الاقتصاد فواضح اني وصلوا معهم لمرحلة لو انا استلفت منك ستة عايزنا تخرج الجيش من الاقتصاد تب واعد بمين اعد بالشعب ده الشعب كرهني طيب لو خدت منك تلاتة بس ايه رأيك وعوم لك الجنين وخفض لك الدعم ونشف دم أم المصريين ايه رأيك فيقول له خدت تلاتة اشتركوا في القناة